أسرار ومعلومات عن خالد عبد الرحمن ومفاجأة لا يعرفها جمهوره عن زيجاته يعتبر خالد عبد الرحمن الدوسري أحد أبرز نجوم الفن والطرف المملكة العربية السعودية بدأ بكتابة الأشعار ومن ثم بالغناء والتلحين وقد بدأ نشاطه الفني في عام 1988 ولد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن الدوسري في مدينة الرياض في يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل من العام 1965 في أسرة متوسطة الحال مؤلفة من عشرة أشقاء إضافة للأم والأب وفي العام 1983 توفي والده فأصبح خالد عبد الرحمن هو المعيل لأسرته ولما تجاوز الخمسة عشر سنة بدأ خالد عبد الرحمن التعلم العصف على العود في سن صغيرة واستطاع أن يطقنه بعد عدد من المحاولات الفشلة وفي عام 1987 سفر إلى القاهرة لتسجيل بعض أعماله الفنية وهناك التقى بالفرقة الماسية بعد ذلك ذهب إلى الكويت الوضع اللمسات الأخيرة لتوزيع النهائية بعد عام من ذلك عاد إلى مدينته الرياض حيث قامت شركة أجا وسلمة للتوزيع الفني بإنتاج ألبومه حقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا توالت بعد ذلك ألبومات أخرى منها بقايا الروح عام 1989 وأفراق في عام 1990 وفي عام 1991 شارك بمهرجان الجندرية وأنتج ألبوم بعنوان انتظرته ومن ثم قدم ألبوم آخر يصلت الضوء فيه على معاناة الطفل ذوي الحاجات الخاصة وإهمال الوالدين له عنوان الألبوم رسالة إلى معاق في نفس العام أحيا حفله الأول في القاهرة حيث اتسم بحضور جماهري كبير بعد ذلك أصدر ألبومين آخرين بعنوان لو بكيت وموادع وألبوم وطني بعنوان جوهر بلادي وضم أغنيتين للمنتخب السعودي تعاون لأول مرة مع الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن في أغنية بعنوان ليلة تجافي من ألبوم وديتشوف الهم وفي عام 1995 طرح ألبوم بعنوان صفحة جديدة بعد ذلك طرح ألبوم آخر بعنوان عقد وسوار وتعاون فيه مع الشعراء مثل الأمير بدر بن عبد المحسن وطلال الرشيد وغيرهم في عام 1996 طرح ألبومه فرحة لقانا وعلى مدى السنوات التالية أصدر عدد من الألبومات الأخرى مثل على النوى وألبك كبير وأعاني ويا هجري وروح روحي وأبصم لك بالعشرة ورفيق الذوق وألبوم لا يروح بالك في عام 2016 صدر له ألبوم الحب الكبير وأقام عدد من الجلسات الغنائية الفنية كان أولها على سبيل الذكر جلسة مدريد عام 1987 وهي جلسة نادرة وجلسة الرياض في عام 1988 ورغم من أنه أحاط حياته الخاصة بسياج من السرية إلى أنه في العام 2009 تزوج خالد زواجه الأول وانفصل ومن ثم تزوج في الأول من مايو عام 2014 من فتاة إماراتية من رأس الخيمة وليس لديه أولاد